هل يجوز أن أعطي بنتي أرضاً حيث أنها هي التي تقوم بخدمتي وهي غير متزوجة ما يعطيه الوالد لأولاده على ثلاثة أنواع النوع الأول الأجرة نظير الأعمال التي يقوم بها بعض الأبناء تجاه والدهم وهذه الأجرة تكون بحسب العمل الذي يقدمه الولد لوالده فهذه البنت إذا خدمتك السنين الطويلة وقدرت أن خدمتها لو كانت على سبيل الأجرة لستحقت مبلغاً معيناً فإنك حينئذ لا حرج عليك في دفع هذا المبلغ لها نظير خدمتها والنوع الثاني مما يدفعه الآباء للأبناء النفقات وهي التي تكون مرتبطة بالحاجة التي يحتاج إليها الإنسان ومن ثم فإن التفاضل فيها إذا كان بمقدار الحاجة فلا حرج فيه فالإنسان قد يكون عنده بعض أولاده لديهم مصاريف دراسية وبعض أولاده يكون لهم مراجعات طبية تسلزم ودفع أجرة وهكذا في ما يحتاج إليه الناس في حياتهم فالنفقات تكون بقدر الحاجة ولا يلزم الإنسان أن يسوي بين أبناءه في مقدار هذه النفقات وإنما يلزمه أن يقوم بسداد حاجة كل واحد منهم والنوع الآخر من أنواع ما يدفعه الآباء إلى الأبناء هو الهبة المطلقة غير المقيدة بسبب فهذا النوع من أنواع ما يعطيه الآباء لأبنائهم يجب فيه التساوي ولا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أبناءه فقال تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين موسيقى